أبناء طلاب الصف الخامس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية الأمانة في البيع فهيا بنا مع الدرس الأمانة في البيع رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الأخلاق الكريمة الفاضلة ليكونوا أسوة حسنة للمسلمين من بعدهم في كل زمان ومكان ومن هذه الأخلاق خلق الأمانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فقد كان عند العربي بعض الأخلاق الفاضلة الكريمة كالصدق وحفظ الجوار والجود والكرم والإحسان لكن كان عندهم من الأخلاق الذميمة الشيء الكثير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يثبت ما اتصفوا به من الأخلاق الحسنة الفاضلة وينفي ويصلح ما كان من أخلاق ذميمة فقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على كل خلق فاضل ليكونوا أسوة حسنة لكل المسلمين من بعدهم وكان من ضمن هذه الأخلاق خلق الأمانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني أخرجه مسلم فإذا يروي لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا في الطريق فرأى بائعا يبيع الطعام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأدخل يده في الطعام فأصابت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بللا أي رطوبة ماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام فقال له البائع أصابته السماء يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس إن هذا العمل فيه غش ومن غش فليس مني الغشاش ليس من المسلمين وإننا وللأسف نرى هذا بأم أعيننا كل يوم فإذا ما ذهب أحدنا إلى البائع ليشتري الخضرة وجد البائع قد وضع أجمل الخضار من الأعلى فإذا ما قلبت هذه الخضار وجدت في الأسفل السيئة منها والذي لا يصلح لأن يكون طعاما والآن مع راوي الحديث أتعرف على راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من اليمن إسلامه أسلم في بلده ثم هاجر إلى المدينة المنورة سنة سبع للهيرة فإذا أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس من أرض اليمن أسلم في اليمن ثم جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة ولقيه بالمدينة المنورة علمه رضي الله عنه هو من أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث الشريف وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حريصا على العلم والحديث وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث الشريف وفاته توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة سبع وخمسين للهجرة فرضي الله عنه وأرضاه معاني المفردات أغني معجم اللغوي صبرة طعام كومة أي مجموعة من الطعام أصابته السماء أي أصابه المطر أتعلم من الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يصحح الخطأ بالنصح الجميل وهذا من الاخلاق الفاضلة الكريمة التي أمرنا الإسلام بها أيضا أن نتوجه بالنصح الجميل إلى الناس والله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عندما أمره أن يذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فبالقول اللي والموعطة الحسنة تصل نصيحتك إلى قلب من تنصحه تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم على خلق الأمانة والغشاش يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم والغش في البيع حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبائع من غش فليس مني واجب البائع أن يبين العيب الذي في سلعته فإذا نتعلم من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح الأخطاء بالنصح الجميل ويربي أصحابه على الأخلاق الفاضلة الكريمة وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الغش ليس من الإسلام والغش حرام وواجب كل بائع أن يبين ما في سلعته من عيوب إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته